إذا أصبح الغناء فن شريفا وأصبح الخمر شرابا لطيفا وأصبح الميسر حظا وأصبح الاختلاط تحظرا وأصبح العري حرية شخصية وأصبح الزنا علاقة جنسية وأصبحت الرشوة هدية وأصبح الأمر بالمعروف تزمتا والنهي عن المنكر تخلفا فإن كان الأمر كذلك فإن كان الأمر كذلك فقرع على الدنيا السلام إن كان الأمر كذلك يا عبد الله فقرع على الدنيا العفاء وقل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذلك نحتاج للثبات من رب العالمين إذا انشغل الناس بالجوالات وانتشرت فيها الإشاعات وانتشرت فيها القطيعة وعقوق الوالدين وتشبه بها أبناء المسلمين بأعداء الدين نحتاج للثبات من الله عز وجل إذا فارق الناس الدروس والمحاضرات وأقبلوا على المهرجانات والمباريات وقرعت القصص والروايات وهجر كتاب الله الذي هو وسيلة الثبات العظمى التي ثبت بها الله عز وجل رسوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاذك ورتلناه ترتيلا نحتاج للتثبيت من رب العالمين عندما ترى الرجل الكبير في المجالس يفتل شاربه ويتحدث عن القوامة في زمانه ويتكلم عن بطولاته وصولاته وجولاته وكيف أن تفريط الرجال سببٌ في انفلات النساء يتحدث عن هذا ويستدلُّ بحديث ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته فالإمام الذي على الناس راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته ثم إذا رأيته مع أهله في الشارع ثم إذا رأيته مع أهله في الشارع رأيت ابنته تلبس القصير وامرأته تلبس البالي من اللباس والحقير عندها تفرُك عينيك لتتأكَّد أهو وهو أهذا الذي كان يتبجَّح بالرجولة والقوامة فيأتيك الجوابُ سريعًا نعم هو بلحمه وشحمه عندها قل يا عبد الله اللهم يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر